السلام عليكم لحظة طلوع روح الفنانة سهير البابلي ووفتها عن عمر يناهي الستة وتمانين عام اخر كلمة قالتها لحظة طلوع الروح من زوج بنتها اللي تم الاعلان عن وصيتها على لسانه وامنيتها كمان اللي كان نفسها تتحقق وايضا لحظة طلوع روحها اخر تفاصيل حالتها كانت عاملة زي اللحظات الاخيرة في حياتها اخر كلمة كمان اوسط بنتها نيفين بيها تفاصيل كتير واحنا كلنا بنعز نفسنا في وفاة الفنانة سهير البابلي لانها بجد فنانة عاشت محترمة وانهت حياتها باحترام حتى لحظة وفاتها كانت سبحان الله يعني ربنا يرزقنا جميعا حسن الخاتمة قالت الشهادة عشر مرات وده كل الاهل والناس اللي موجودين حتى الاطباء والممرضة اللي كانت موجودة معاها قالت اخر حاجة نطقتها هي الشهادة طب ايه الكلمات اللي قالتها هنعرف لحظة طلوع روحها كانت عاملة ازاي كانت مبتسمة كانت اهد الحياة فيها بعد ما كانت في غيبوبة تمة رجع ليها الوعي ورجعت ليها الصحة لحد ان الاطباء استغربوا ازاي دي مريضة ازاي دي بتعيني بقالها فترة طويلة داخل عناية المركزة وكانت في غيبوبة وفقد النطق والوعي النهاردة قبل وفاتها بساعات قامت وكانت كويسة جدا سبحان الله حلاوة روح وقامت وتودت وصلت وكمان نطقت الشهادة اخر كلمات كانت دايما على لسانها قبل ما تتوفى يا ودود يا ودود يا خالق يا موجود صلي على الحبيب المحبوب ده الكلام ده زوج بنتها قاله تعرضت لغيبوبة سكر من عدة ايام وبعد وجودها فترة في العناية المركزة وبعد دخلها في الغيبوبة توفت وبحسب تصريحات زوج بنتها الاستاذ رضا طعيمة كانت بتردد الجملة اللي قلتها لحضرتكم يا ودود يا ودود يا خالق يا موجود صلي على الحبيب المحبوب سهير البابلي كانت انسانة بسيطة وكلنا عارفين انها ما كانتش متكلفة ابدا ابدا يعني ربنا يرحمها اعمالها كانت حتى محترمة توفت نجمة كبيرة ومن نجوم الوطن العربي اثرت فينا بفنها وكانت سبب لرسم ضحكة على وششنا طبعا الفنانة سهير البابلي منذ لحظات توفت عن عمر يوناهي الستة وتمانين عام تفاصيل عنها اكتر هي في البداية خالص كانت بتعيني من ضغطات كثيرة لان والدها ما كانش حابب انها تدخل المجال الفني قررت في عام 1997 ارتداء الحجاب بتشجيع من الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ولدت في عام 14 فبراير عام 1937 وبمحافظة دميات بدايتها كانت 57 عندما شاركت في فيلم صراع مع الحياة طبعا من صغرها كانت بتحب الفن وكل حاجة وليها اكتر من 100 عمل بين المسرح والدراما والسينما تربت في منزل العائلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقاهلية تكونت سناء شهير جدا مع الفنانة شدية خلال مسرحية ريا وسكينة رحم الله الفقيدة طبعا واسكنها الله فسيحة جناته اخر حاجة اوصد بيها ان بنتها تتبرع بجزء من اموالها لمستشفى سرطان الاطفال ادعو لها كتير بالرحمة وبالمغفرة لو تكرمتم ادعو لبنتها في حالة من الانهيار العصب الحاد على والدتها ربنا يرحمها ويرحم موتنا جميعا اشتركوا في القناة